انتهى العد التنازلي لسلامة ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى ووضحت الصور بما لا يدعو مجانا للشك ان السفينة دخلت مرحلة جديدة هي الغرق تسرب للمياه المالحة بشكل كبير الى حجراتها وتهالك كبير في جسم الناقلة بصيانة غائبة منذ العام 2015 معادلة ناتجها معروف والجميع بات يترقب اكبر كارثة نفطية في تاريخ كوكب الارض المدير المالي للشركة صافر قال في تغريدة له ان المناشدات المستمرة لتفادي حدوث كارثة انفجار الباخرة صافر التابعة لشركة صافر لعمليات الاستكشافية والانتاج فقد وصلت الى مرحلة فوق الخطرة واضاف ان ميليشيات الحوثي طالبت الفريق الهندسي بايقاف التسريب الذي يهدد بالكارثة غير ان الفريق يعمل بامكانيات محدودة وبدائية المهندس قال ان الفريق قد نجح في وقت سابق بايقاف التسريب وموضحا ان هذه المرة اخطر من المرة السابقة وان هيكل الخزان يتآكل وهو ما يهدد عملية الاصلاح بشكل تام وتوضيحا للخطوات الواجب عملها حاليا لتفادي كارثة صافر العائمة تدارك الخلل بالسماح للشركات المتخصصة بعمل الصيانة اللازمة لمرحلة فوق الخطر تفريغ الناقلة من حمولتها النفطية المقدرة بمليون ومئة الف برميل نفط قطر الناقلة صافر لتقطيعها واتلافها لخروجها عن الخدمة منذ العام 2010 فاستمرار عملها عودة للخطر من جديد وتوضيحا للعراقيل التي وضعتها الميليشيات امام ايقاف كارثة صافر ميليشيات الحوثي عرقلت وصول فريق من الخبراء الامميين ومنعت عنهم تأشيرات الدخول اعترضت ميليشيات الحوثي على اختيار الامم المتحدة شركة نأس غفورية للقيام بمعاينة وصيانة صافر بمزاعم ان الشركة ستقوم بانشطة تجسسية دوليا اشترطت الميليشيات الحوثية تفك الحصار الاقتصادي عن ايران مقابل السماح بصيانة الناقلة صافر اشترطت الميليشيات ايضا الاستلاع على 80 مليون دولار قيمة النفط المباع مقابل السماح بتفريغ حمولة صافر النفطية عسكريا الميليشيات اشترطت انسحاب القوات المشتركة من الساحل الغربي مقابل السماح بصيانة القنبلة الموقوطة صافر الميليشيات ايضا طوقت ناقلة النفط صافر بالالغام البحرية حفاظا على استمرارها في ابتزاز المجتمع الدولي ولتوضيح الاثار المترتبة على تسرب النفط من الناقلة صافر سيتضرر مليون وستمائة الف يمني طبقا لتقديرات الخبراء سيؤثر التسرب على كل مصايد الاسماك في ساحر اليمن الغربي خسارة سبول كسب الرزق الخاصة بالمجتمعات الساحلية والمعتمدة على المصايد تسرب النفط سيتسبب في اغلاق ميناء الحديدة لفترة تصل الى ستة جهور اغلاق الموانئ سيضاعف من الحال الانساني في مناطق سيطرة الحوثي المعتمدة على ميناء الحديدة ومضاعفة قيمة السلع الغذائية الى 200% في اول شهرين ووصول الاسعار الى ذروتها كلما طال اغلاق الموانئ ترجمة نانسي قنقر